اشتركوا في القناة ومشاهد الكرام داخل وخارج أدو الوطن في أتي الحصة الجديدة والمباشرة من برنامج العالم الريدي نعود مجددا لنتابع ونمحص في الكرة الوطنية في الدوري المغربي بشكل خاص بعد أن عادت الحياة أو تكاد أن تعد الحياة للملاعب الوطنية بعودة مختلفة أندية الوطنية للتداريب قبل انطلاق منافسات الدوري المغربي بقسميه الأولي والتاني يرافقوني في تحليل حصة اليوم الإطار الوطني والمحلل الفني بالأولى دريس عبيس مرحبا أهلا وسهلا وأهلا وسهلا مشاهدين ومتتبعين بالرمج العلام الرياضي إذن بعد عودة الحياة لكرة القدم الوطنية والرياضة المغربية بشكل عام سنخصص حلقة اليوم للحديث عن الأندية الوطنية عن استعدادتها قبل انطلاق الدوري المغربي من جديد والذي سيبدأ بإجراء المباريات المؤجلة كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجهاز الوصيح على كرة القدم الوطنية قد أعلنت عن عودة الحياة مجددا للدوري المغربي عبر إجراء المباريات المؤجلة كان إعلان دريس عن تاريخ 24 يوليوز إلى غاية 8 من شهر غسط يعني 15 يوما لإجراء المباريات المؤجلة قبل انطلاق الدوري المغربي وإنهائه يعني في وقت يسير الأجندات الأندية والمتخبات الوطنية أيضا طبيعي لنقبل الإعلان على تاريخ بداية سئنا في تداريب الفرق الاحترافية وكذلك الهوات بلش ما جاءت صراحة البلاغ الجامعة كان يعني الكل كان دخل في الشك لأنه هاي سيستمر يعني الدوري أمس يكون هنا بسنة بيضاء وبتالي كان هذا الجدل يعني يعرف واحد فترة طويلة جدا داخل فترة دي الحجر الصحي ولكن العموم أن الجامعة بالآخر يعني مع كما نقوله مع الأجهزة الوصية أنها حاولت تخرج بهذا القرار دي الاستئناف التداريب ودارس ببعض المراحيل ببعض البروتوكول اللي تحتم بها جمع من المعايير والآن يعني يمكن أن تحتو إلى بتفاصيل على الانطلاق هذه ولكن هي فعلا لأن مدد يلطلت أشهر باش تعود للدوري هنا كيكون فيه واحد إشكال نتكلم إن شاء الله حول يعني الإعداد الدهني والبداني والنفسي كذلك لا الإداريين ولا الرياضيين والكذلك الجماهير اللي كانت متعطشة ربما عندنا أولويات ولكن حتى كورات القادمة هي نشاط اجتماعي واقتصادي نتمنى أن تحدوا عليه بالتفاصيل الأكيد نتحدث الآن عن مجموعة من التواريخ الهامة عن الدوري المغربي بشكل خاص الدوري المغربي في قسمه الأول ثم بدرجة أقل القسم الثاني إذن بداية المباريات أو انطلاق أولا التدريب انطلقت في 25 من شهر يونيو ثم عبر مراحل أولا فرضت الجامعة والأجهزة الوصية يعني مراحل للتدريب كانت مراحل تدريب فرضية ألزمت كل فريق بتدريب خمسة لاعبين في نصف ملعب بمجموعة عشرة لاعبين لمدة عشر أيام ثم تدريب جماعية لمدة عشرين يوما ثم هذا مع التقيد بالمضامين بروتوكول الصحي الذي وضع سلفا قبل انطلاق المغربي وشد هاد الأمور هاد يدريس كافية فعلا أننا نبقوا اللاعبين ويبقوا الأندية يعني بعيدين نوعا ما عن هاد الجائحة هذه هو ربما بعدما تم يعني يعطى واحد دليل صحي بالنسبة للأنديابي مع الجهز الوصيح كما نقوله لوزارة الصحة وكلا وزارة شباب رياضة ولوزارة داخلية الآن يتحترم ذاك البروتوكول فهو تم الاختبارات يعني على الاكتشافة كما نقول اختبار ديال كوفيد وتم يعني 48 ساعة يعني باش نبدو التداريب وعطوا احد البروتوكول وعليم بعض الحفاظ على الإجراءات والاحترازية دي الصحة والسلامة اللي غتكون في الملعب اللي هي عامة وبالتالي كان هناك احترازات رياضية وهي تقسيم يعني الفترة ديال الشهر ديال الإعداد إلى الفترة تين الفترة الأولى هي غتكون فرضية بخمس لاعبين في كل نصف الملعب يعني عشر لاعبين في الفترة الأولى ثم الفترة العشرين يوم المتبقية هي الرياضة يعني تكون جماعية وبالتالي فترة الأولى هي غتكون يعني كاعتمادة على ما هو تقنية ما هو إعادة تقوية العضلات ما هو يعني إعادة الحساسية القراء إلى غير ذلك ما كيش فيها ما هو تاكتيكي فترة عشرين أولى ثم يعادة المنسوب البدني والياقي إلى اللاعبين والعشرين يوم الأخرى فيها يعني الجماعي أي غير يكون هو كل ما هو تنظيم تاكتيكي على مستوى الدفاع والهجوم ودخول مدربين واشفونا الآن يعني بعد هذه الفترة هذه يعني دخلت واحد الآن بعد الآن دية في مباراة ويدية وهنا يعني يعني أنا كمتتبع أو كمحليل كنشوف يعني نقص الخطر لأنه في البروتوكول ما تتحددش على المباراة الويدية لا الإجراءات الإجراءات دي المباراة الويدية واش فعلاً غتكون فيها نفس دي المباراة الرسمية واش لأن هناك فريقين مختلفين فريقين يعني كان واحد تنقل من مدينة إلى مدينة فيها مثلاً يعني في إقامة فيها تغذية يعني واحد مجموعة من الإجراءات ربما في المباراة الرسمية غد تحتارم ولكن في المباراة يعني للاحظة الويدية أنا نسمح سيدريس بعد مباراة الويدية فكان حضور جماهيري يعني في بعد المباراة الويدية اللي كانت تلعف يعني في المباراة في الملاعب اللي كانت بدون يعني بدون مدرجة الجميع درت واحد المجهود وأن عينات واحد مجموعة من الإداريين تبعي الجميع لمتابعات هل الفروق تحتارم هذك الشروط وهذك الدفتر اللي فقط في التداريب ماشي مباراة الويدية ولكن أنا في المباراة الويدية هنا ما أبقى الأمور يعني غامضة ما خرجش واحد للبيان من الجميع أو لا من الجهاز يعني طيب يتابع الجميع على هذه المباراة الويدية دخول الجماهير هنا يا فعلاً هل هي هناك يعني تنسيق مع السلطة المحلية لمنع الجماهير والجماهير الآن خصة تقول القدم تفهم وتعرف بأن نرى هاكين واحد تحديد على عدم وجود الجماهير في الملعب الرياضية لهذا كانت الممنون بدل يوم هذا أن الجمهور أنه يتابع الأخبار عبر الوسائل أو الوسائط التي هي تحت الأندية سواء مواقع اجتماعية أو مواقع رسمية أو على مستوى الإعلام الوطني سواء التلفزيون أو الراديو عن نتائج الفاروق ديالهم إلى غير ذلك نحن عارفين بينهم تعطيش نشوف الفارق ولكن ما يغمروش بالصحة والسلامة لأن هنا في التحركات كتزيد أنك تعيق العملية وكذلك كتعتوح الإرهاق وكتخلي الناس السلطة المحلية أنها تزيد تشتغل أكثر وتفر واحد مجموعة من الناس خرين لأنه يكون عندهم عمل آخر وبذلك تتقلص فيه هناك يخص الجمهور يكون واعي وعارف هذه المسؤولية غير استهطار بهذه العملية لها يعني خصنا كلهم نخذوه بجدية وشفنا اليوم يعني أخيرا اليوم يعني بعد الدوريات يعني العربية وهذه ظهرت بعد الحالات هذه الفيروسات لكنا نتحدع لها لأن الإنسان ما خصوش عربية ناركين تحاليل وكنا شيء طيب بمتابعة ولهذا نتمنى من الإخوان والرياضين أنهم يلتزموا بالقواعد التي قدرتها الجامعة مع الأجهزة الوصية طيب مجموعة من الأندية الوطنية يعني دخلات في استعدادات قبل انطلاق المباراة المؤجلة وبعدها الدوري نتابع كيف سعد فريق الدفاع الحسني الجديد في تقرير خليد رغوت وحسناء مساوي كباقي الأندية الوطنية لكرة القدم استأنف فريق الدفاع الحسن جديد تدريبه الجماعية استعدادا لاستكمال ما تبقى من منافسات الدوري الاحترافي لهذا الموسم هذه التدريب التي تقام ضمن بورتوكل صحي مقنن فرضته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على كافة الأندية الوطنية من أجل سلامة اللاعبين والمدربين من عدوى كوفيد-19 فريق الدفاع الحسن الجديد والذي فضل إقامة تدريبه بمدينة الجديدة تحت قيادة مدربه وابن الفريق جمال أمان الله وبحضور كافة اللاعبين تم تقسيمها على مرحلتين المرحلة الأولى تم التركيز فيها على استرجاع اللياقة البدنية بعد فترة توقف دامت لثلاثة أشهر صحفت اختبارات طبية وإشراكوا اللاعبين في مباراة أعدادية بمعدل 45 دقيقة لكل لعب من أجل تفادي الإصابات بالنسبة للمرحلة الثانية فتهم إجراء مباراة إعدادية مع مجموعة من الأندير وطنية افتتحها بمباراة شباب حد سوى لموالتي فاز فيها الفريق الجديد بنتجة أربعة أهلاف مقابل واحد ثلاثة بمباراة يوسفة برشيد ثم منودة وجدة قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة فريق أولمبي كسفي في السابع عشر من هذا الشهر فريق الدفاع الحسن الجديدي والذي يتواجد حاليا في الصف الثامن برصيد 25 نقطة مع مباراة ناقصة أمام فريق الرجاء البيضوي يحدث طموح كبير لإنهاء هذا الموسم في إحدى المراتب الأولى المؤهلة إلى إحدى المسابقات القارية أو العربية إذن فريق الدفاع الحسني الجديدي في رتبة غير مطمئنة أعتقد دريس يواصل استعدادات أربع مباريات ودية الأولى فاز فيها لشباب سوالم أربعة أهداف لواحد لكن دائما المباريات الودية أعتقد لا تعكس حقيقة استعداد الفريق يبقى أيضا استعداد كل لاعب على حدى إبان فترة الحجر الصحيفة هذه أمور ربما ستظهر بشكل جالي فقط حين انطلاق المباريات الرسمية التي تحتسب فيها المباريات ونقاط كل لقاء هو أنا ما نتحدثش على الكيفية الإعداد ولكن نتحدث على كما نقول الساعة الفيزيولوجية دي الرياضي لأن الاستعداد لا نفسي ولا الفيزيولوجي دي الرياضي أنه عنده مراحيل يعني بداية الموسم لأن كل فترة بداية الموسم يكون أوتوماتيكيا أنه عنده فترة الإعداد مباراة ودية ثم مباراة دي الكأس العرش ثم مباراة رسمية والآن يعني هذا الكوفيد يعني جاتنا الفترة في نهاية الموسم أي المباراة لم يبقى على نهاية الموسم شهر واحد وبالتالي أن جاء التوقف وبالتالي أن كل تركيز دياله الديني والبداني والنفسي دي الرياضي أنه نخفض الآن اللي يمكن أن يشتغل أكثر على إعادة هذا التركيز وهذه النسبة العالية دي الرياضي لأنه يمكن أن يكون في الأهية الموسم يمكن أن يكون مباراة يما حاسمة مباراة يما للنزول يما مباراة فوز بالبطولة أو لا داخل الجدول سمح تدريس الآن فترة ستنائية هذا يعني وباء عالمي وأكيد أنه كما تابعنا يعني المعظم الدورية الأوروبية فهي انطلقت بالفعل تنتابع مباراة جميلة تنتابع أهداف لكن على مستوى المغرب الآن الدور على من يقع الدور الأكبر الآن في كل نادي هل المعيد البداني أكيد عنده الدور دياله هل يجب على كل فريق أن يسعي الآن بمعيد دهني أو مرافق نفسي يعني مصطلحات كثيرة ثم على مستوى الحافز الحافز ديال اللاعب الحافز الشخصي أو الحافز لربما ممكن يقدم له للفريق من خلال رئيس الفريق أو غيره هو إلى الحديث هناك فئة فئة الفروق اللي هي واحد الفئة اللي هي يعني أخير جدول الترتيب هذي عندها ظروف أخرى لأنها خصة حفيز ثم خسام وكابة ثم حل مشاكل ديال ديال اللاعبين مستحقات إلى غير ذلك والمدريب يعني كيكون صطف كامل جاهز لدي العملية هذي وبتالي صعب أنهم يكون عندهم أحد المرافقة اللي عندهم مشاكل كبيرة بالنسبة لأن ديالي في الوسط الترتيب يعني كهي مرتاحة نفسيا لأنه عندها تركيبة دياله فكيبقى المدريب مع مع المعيد البدني يعني يمكن يعني يرجع للفارق دياله للمكان دياله العادي ولكن الفروق اللي عنده مشاركة قرية ودولية وكتلعب على تيتر هناك يكون شيء آخر لأنه عنده جوجة الواجهات عنده واجهة محلية واجهة يعني خارج إفريقية أو عربية وبتالي هناك يخص واحد المعيد لهو ديالي وكذلك المواكبة رغم أن الكلهم قاعد الفروق الرياضية كامل أولى الرياضي بصفة عما محتاج مواكبة ديالية ولكن الحجم ديال الأولويات لأن الأولويات ديال الفروق الأولى كيعني التزامات أخرى وبتالي الآن المدرب يعني غايخسو كيفاش يضبر هاد العلاقة ما بين المعيد البدني ومعيد الدهني وكذلك بالرياضيين واللي كانوا في الإصابة وغير جعوه مثلا غايب غايب يدخلوا واش هيدخلوا بنفس الإيقاع ولعندهم إيقاع آخر فكانت فرضية لأن الآن اللي شاهدنا خلال فترة ديال الحجز الحجر كان رياضيا جاءتهم إصابات وبالتالي مشكورين ربما دلتوا بلاتفورم كما نقول مع المعدين البدنيين ديال المنتخب الوطني لتابع الجامعة الميكة المغربية وكانت نسيق حول أن تواصل وهذه أول جريبة اللي ربما غير يخرج منها مثلا بعدما انتهي وديروا حد تقارير حول هذه الجريبة فهذه الأزمة هذه اللي ما عرفناها ولكن عن العموم ولكن عن العموم كتبقى 90% من العودة إلى المكان الطبيعي ديال الرياضي هو الرياضي بنفسه لأنه هو اللي يخسر فعمل معنوية دياله بقافة تركيز ويعرف المسؤولية ديال الفارق إلى غير ذلك هلنوصلوا للحديث والنقاش فريق الدفاع الحسني الجديد تنتظر مبارتين ناقصتين بما فيها مباراة أمام فريق الرجاء الجديد الآن مازال لمباراة الرجاء فالدفاع الجديد يطالب بثلاث نقاط المباراة باعتباره فائز بالمباراة فيما فريق الرجاء يؤكد أنه كانت قوة قاهرة حالة دون لعب المباراة على كل أحوال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحسين بشكل نهائي في هذا الأمر فور نهاية المباراة المؤجلة وفريق الرجاء الريدي كما سنتابع في الصور يستعد بدوره للمباراة المؤجلة تنتظر خمس مباراة مؤجلة أبيس إضافة إلى استعداده للدوري وإضافة إلى مستوى دوري أبطال إفريقيا ثم كأس محمد السلسل عن دية البطالة على المستوى العربي هو شكليا من ناحية القانونية ربما تأخر في أخذ القرار لأنه كانت شكليا بالنسبة لل تصريحات لأننا نتابعوا عن تصريحات بالنسبة للقوة القاهرة القوة القاهرة لا وضحاش لأن المشرع من درحته في النظام للجامعات أنه تكون قوة قاهرة لتوقيف ناشط معين أو لا يستمر وإذا كانت شكليا قوة قاهرة بحل من كان هذا الوباء هذا اللي كيكون عالمي يعني عنده يكون عام عام وما كيكونش بين طرف واحد أو لا طرفين يكون عام وعنده تأثير كبير إعلان المستوى المجموعة لأنه يقدر يكون مثلا فيضان زلزل حادثة ربما كيمة العناف أن دي أكتنا هذا أول إشكال إذن لمشريع أولاده اللي غيشتاد في الفقه لتحليل هاد هاد كيف نقوله هاد 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 النزيلة هاد النزيلة هادي فكنتظن نتأخر يعني شوية وخلى دخل الشكوك في القارة وهذا أول المشكلة فأعتقد بأن القوانين ربما في حاجة إلى عادة نظر أو إعادة يعني تفصيل تفصيل في بعد الدخول في الجزئيات لأنه الآن في الجزئيات باش توضح القوة القاهرة المعنى ديالها والمغزى ديالها عند المشريع وكيفاش تدير في الرياضة شنا هي الأولويات اللي يمكن تتحبس عليها المباراة أو لا تغير ذلك فكنتظن بأن هناك واحد نظام المسابقة اللي صادقت عليه في الجميع العام ديال الجامعة والتالي هناك واحد المتدررين إنه كانت لدي المشاركة دولية واش نعطون الأولوي المشاركة الدوليات وبطولة الوطنية فهناك يبقى على المشريع وخاصة على لجنة ديال النزاعات أو لجنة ديال القواني التي تجتهد فهذه العملية باش تحيد هذه النقطة هذه اللي هي الآن تعتبرت سيلبية بالنسبة للبطولة الوطنية على أين ستعود الأمور أعتقد إلى مجرى فورة إنهاء المباراة المؤجلة ثم الأندية أخرى وصلت استعدادتها يعني قبل انطلاق المباراة المؤجلة والمثال بفريق الجيش الملكي الذي يستعد بمركزه الرياضي ضواحي مدينة سلا نتابع تقرير لقائمة بالعوشي وحسناء مساوي الجريو في الغابة كان أول حصة في برنامج تدريبي لفريق الجيش الملكي الذي استأنف تمارينه في الهواء التلقه تحت إشراف مدربي عبد الرحيم طاليب يوميا حصص صباحية هو مسائية تضمن التمارين متنوعة واختباراتنا لقياس السرعة القصوى عند اللاعبين لتشخيص قدرتهم ومستوى لياقتهم البدنية هذه الحصة التدريبية بالمركز الوطني معمورة لفريق الجيش الملكي تعرف مشاركة جميع اللاعبين الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الطبية والوقائية لمكافحة فيوز كورونا المستجد مباشرة بعد رفح السببين الحمد لله رجع لنا سيلي بيج عند جميع اللاعبين من بعد نوح الاختبار بداني عند كل أفراد الكتابة العسكرية لقيا اللاعبين الحمد لله حسار مو عن برنامج السطرنة في الحزر الصحي حتى الوزن لم يكن حتى لاعب لدي واحد زيادة فبدينا موشرة واحد معسكر العشر أيام في تمارين صباحية مسائية الهدف هو الرفع المستوى البدني عند اللاعبين يرجع التقاء من ناحية الدين والنفسية والبحث على ما هو التقني والتكتيكي بين أفراد الجامع اللاعبين وكذلك كمجموعة تنوحت فضاء تدري فريق الجيش الملكي بين البحر والغابة والمركز الوطني والغاية واحدة الرفع من اللياقة البدنية وبلورة المعارف التكتيكية من أجل تشكيل مجموعة متكاملة قادرة على قيادة قاطرة فريق الجيش الملكي عصرين الثانية دخلنا في عمل الثاني هو نجري ثلاثة مقابلات كل يومين مع نبقوا دائما للعمل صباحا المساء حتى يومين مقابلة كنتمرنوا من ناحية الطاكسيكية باش نرجعوا القمة لكنا وصلنا لها قبل التوقيف واللاعبين يخدموا لواحد العمل جامعي باش نستأنسوا أولا مع الكرة نستأنسوا مع طريقة اللعب واليمال الدهني ونفثانيا نتقوا في المؤهلات دينا لعني قتلنا عشان الأخيرة دائما كل يومين مقابلة نبدينا ب30 دقيقة لكل لاعب كل مقابلة نحن نهيو المعسكر دينا ب30 دقيقة لكل لاعب بعد دورة العشرين فريق الجيش الملكي يحتل مرتبة الخامسة بمجموع 31 نقطة فريق الجيش الملكي والملقب الزعيم عند أنصاره يتطلع أن يكون في مستوى هذا اللقب على مستوى النتيجة والأذاء الفني للتشكلة الحالية والتي على عاتقها استرجاع الماضي الذهبي لفريق الجيش الملك إننا فريق الجيش الملكي سوف عشرين مباراة من الدوري بتمامي والكمال وبرتبة خامسة ب31 نقطة عبيس وأول مباراة ودية لفريق الجيش الملكي هزمة أمام شابه المحمدية بأربعة أهداف لهذا فعف واحد نناقش النتيجة أم نعتبر بأن المباراة الودية لا تعكس دائما حالة الفريق أو أداء اللاعبين هو المباراة الودية ما يمكن أن تكون هي المي قياس ولكن المي كتقرب مثلا تبدأ واحد البطولة معينة يعني ثلاث مباراة الأخيرة في الإعداد كي يخصتبان بأن فينا يعني كان واحد الإعداد وكان واحد التركيز كبير جدا وكان في بداية الإعداد ما علفناش افتراضي الإعداد دي لهم واش كان فيها الإرهاق واش كان فيها تعاب واش لعبين بغي يعني خسومي تدخلوا تدريجيا في التركيز أو لا كما نقولوا اللاعب أنهم لعب مع فريق من درجة تانية أنه مشي ودرجة أولى هذه كلها كتجي عوامل يعني كيكون كما نقول المعيد الدهني أو للمدرب الدهني هو اللي يخصو يعني تقايس مع المدرب ولكن بالمقابل هل نعتبر بأن فريق شابر محمدية يعني استعدى بشكل جيد ومبكير لا يعني الفوز بشي إلا أنهما للمحمدية أنهم تموا التنفسي على أنهم يعني بغي نفوزوا بالبطول للدرجة التانية بشي أنهم يصعدوا القسم الوطني الأول تحفيز ديالهم كيفاش دير الظروف ديالهم كذلك فريق الجيش الملكي كيفاش مستعد ديالها ولكن بالنسبة للجيش الملكي اللي نظرنا لي لحد الساعة أن عدد الانتصارات سعود عدد تعادولات أربعة وعدد الهزائم سبعة فكانت طلبهم من الجيش الملكي أنه يكون حادير جدا لأنه الآن قرب يدخل العتابة بقتل ثلاثة مباراة على الهزائم دياله لأن السنة الماضية تحددنا على أن العتابة كانت في عشرات ديال للهزائم أي فارق در عشرات الهزائم وتجاوزت من يدي التعادلات فكانتظن كيف يدخل في الحسابات ولهذا قد قل الآن كلها عملية حسابية واحدة نقطة يعني ما كانت قنعش مثلا الجيش الملكي ولكن طالب الآن قدر أنه فترة الثانية أنه يحاول ممكن يدير تغييرات باش يمكن على الأقل يعني ياخد المركب بأن الفريق الجيش الملكي ربما عنده التزامات حاول أن الجيش الملكي يرجع لمكانة ديالو والألقاب ديالو الطبيعية إلى غير ذلك عنده واحدة قاعدة جماهيرية كتابعو وشفنا بأن السنة الماضية تقريبا الجمهور متعطش لنتائج جيش الفريق الجيش الملكي اليوم أن الفريق الجيش الملكي خصدر حساب ديالو لأن نقتل وجوم 36 27 هدف داخل المرموة 21 أي زائد 5 في الهدافين حتى في الهدافين ما كانش موجود يعني من نسبة للهدافين ولو أن فريق الجيش الملكي تنتكلموا عليه كتير بالتاريخ ديالو بإنجازات ديالو يعني على مر السنوات دائما كانت يعطينا هداف أو هدفان في البطولة وأيضا كانت يمشوت الفريق الوطني الفريق الثاني للعاصمة الرياض فريق الفتحة الرياضي الذي يصارع هذا الموسم على اللقاب يحتل الرسبة الثانية فريق الفتحة الرياضي يواصل استعدادته بدوره لخوض غمار البطولة الوطنية أيضا السوفة 20 مباراة 35 نقطة رسبة ثانية يعني وضع برنامج إعدادي فيه 4 أو 5 مباراة ودية في واجهة التحاد الخميسة التحاد طانجة وفي انتظار مباراة خريبقة واتحاد التورقة بخطة تابتة أعتقد أن فريق الفتح يواصل يعني المكانة دياله أو استراع دياله دائما على قبل رتباتاني ما يبعيش كثير على فريق البيتحة نحن تبعنا الفتح الريباطي قريبا من تولر رئاسة لهم سيحجوي كان قدم واحد العرض حولها الرؤية الرؤية فريق الفتح الريباطي غادي تتوججوا أنها شق ديالها في الرياضة كما نقول الرياضة الاجتماعية والرياضة العددية يعني سبوردوماس وكذلك في النخبة وبالتالي هو بقى غادي فأنه ما كيستطبش نرجون كبار وكيكمش بلاعبين دياله ديال المدراسة دياله بالأكاديمية دياله غادي بوحد الخطة تابتة ما عندوش يعني ما عندوش مشاكيل مالية ما عندوش مشاكيل مع اللاعبين ما عندوش مشاكيل إدارية وبالتالي أنا لاشفنا نتعي جدير الآن بحصنة سعودية انتصارات تمنيات ديال تعادلات وثلاثة الهزائم وبالتالي انه مستقر في النسبة دياله انها كيقلص منها وبالتالي انه عندو تعادلات كتير وبالتالي هنا كيبالك بانه عندو نظام دفاعي يعني يعني مطرس مونطم ولكن هجوميا ما زال خصو يزيد أكتر وبالتالي هنا هذا المعطة دياله اللي شفنا بانخط الهجوم دياله وعندو 18 هدف من تخلال المرمى دياله ايزا يتستاب بانخط الهجوم دياله ما عندوش واحد كبير بززاف ولهذا كيبقى المدريب الان انه خصو يحسن من نشط الهجوم دياله اكتر ويستجل اهداف اكتر لانه لا يخصو شفرات من هذه المكان هذه لانه لعب 20 مباراة وبالتالي انه خصو يقام استقر المناجدية والعكس تماما فريق حسين اقادير الذي قدم الموسم الماضي اداء كبير على المستوى الدوري على المستوى المنافسة الافريقية هذا الموسم يعاني في رتبة متدنية جدا يواصل سعدادته لهذا الموسم نتابع تقرير عبدالحق شراط وعبداليل جهب بعد توقف اضطرار لعدة اسابيع بفعل جاءة كورونا اهدت عناصر فريق حسين اقادير لمواصلة التداريب ترقب الاستئناف المنافسات المنتظرة في الاسبوع الاخر من هذا الشهر فبعد التخلي عن المدر محمد فاخر تمت استعانة بابن الضار والعميد السابق مصطفى اشريف الذي يتولى الأمور تقني للنادي منذ عدة شهور وقد حظي بتقة كبيرة لكل مكونات الفريق ويساعد في هذه المهمة كل من الهدف وحمم وحال والعميد السابق الحسيني بداية العودة للتداريب كانت على الشاطئ اقادير نظر للحرار الكبير التي سادت المدينة في الأيام قليلة الماضية وتدريجيا عاد الفريق للملعب الملحق لأدرار حيث يصد تفاول كبير كل مكونات النادي للعودة لسكة الانتصارات بالنظر لترتيبه المتأزم في الصفر الرابع عشر بسبعة عشر نقطة أربع انتصارات خمسة عدولات وتسعة هزائم سجل الأقاديريون ورجع بن ملال في الصفر السادس عشر فريق حسنة أقادير على غير العادة يمر بواحد من أسوأه مواسمه وبتناقضات كبيرة رتب معقدة في البطولة الوطنية ولقاء مرتقب في دور النص في كأسلحاد إفريقيا أمام منهضة بركان لديلقابات أكيدا مضاعفة الجود للعودة لسكة الانتصارات وبتوجه لعبين من قيمة حارس عبد الرحمة الحواصلي عبد كريم بعدي ياسر رامي العميد كريم بركاء الهداف بثمان إصابات وهداف مصابقة الكاف بتسعة الهداف يمكن القول لا خوف على فريق حسنة أقادير فهي مرحلة فرغ عبرة ليس إلا إذن عندي أخرى للسعداد وتواصل المباراية الودي أكيد سنخصص لحيز في حلقات مقبلة من برنامج العالم الرياضي نصيحة ربما عبيس للعبين فلعب كل قدم في كل أحوال فهو إنسان عنده عائلة عنده أصدقاء ديالو فدائما نخصوه ياخذ الاحتياط ربما لأنه دخول ديالو قريب للمباراية الرسمية الآن وطبيعيا لأن الدولة دارت كل من الإجراءات يعني على التوعية وعلى أهنا المرض يعني الأوباء رأى فيه واحد الالتزامات ديالو الرياضيين الآن في المستوى لعليل يخصص يدخل في هذه المنظومة وعرف أنه محترف يلتزم التزاما كاملا مع النادي ديالو في الشرط التي تعطنت ديالو في الدليل الصحي وكان نظن بأن أي لعب الآن سيكون عنية خصوية هي نفسه لأنه في أي لحظة ما لاحظتين ما كانش ياخذ النوم ديالو الكافي وما كي يخش تغذية ديالو المنظمة فراء الإصابة يعني في آخر موسمة صعبة جدا وكترف بأن انقطعنا واحد مدة دي ثلاث أشهر وغيرت رجع في المباراة التي ستكون حاسمة لأنه كان فورق التي ستلعب معها فورق اللي هي تلعب الآخر الترتيب والأول الترتيب فغير يكون إيقاع مختلف نتمنى وأن الرياضيين يكونوا أعين مسؤولية هذه ويحترموا الإجراءات اللي يمتبعهم مع الأندية ديالو إن شاء الله شكرا دريس عبيس على الحضور وعلى هذا التحليل شكرا لكم مشاهدين الكرام نشكر زملاء التقنيين خلف الشاشة نلتقي في فرصة قادمة بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة